وأعلنت شركة غاز بروم الروسية توقف خط الأنابيب نورستريم الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز وذلك بشكل كامل حتى انتهاء إصلاح توربين فيه بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل اليوم بعد عملية الصيانة القرار الروسي جاء بعد ساعات من إعلان مجموعة السابع أنها ستفرض بصورة عاجلة سقفا على سعر النفط الروسي داعية ائتلافا واسعا من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء السراع بين روسيا والمعسكر الغربي على إثر الحرب الروسية الأوكرانية يدخل مرحلة جديدة بعد إعلان شركة غاز بروم الروسية إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا نورد ستريم ون إلى أجل غير مسمى الشركة المملكة للدولة الروسية أرجعت قرارها المفاجئ إلى اكتشاف أعطال في آخر التوربينات التي تعمل في الخط مشيرا إلى أنها أبلغت شركة سيمينز الألمانية بشأن الحاجة إلى إصلاحه وأن الأخيرة أكدت صعوبة إصلاح التوربينات مع استمرار تدفق الغاز عبر الخط كانت شركة غاز بروم الروسية قد أوقفت تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم ون منذ بداية الشهر الجاري لثلاثة أيام على التوالي بهدف تنفيذ أعمال صيانة مفاجئة على أن تعود الإمدادات من جديد في الرابع من سبتمبر الجاري القرار الروسي جاء بعد ساعات من إعلان دول مجموعة السبع الكبرى وضع صقف لسعر النفط والغاز من روسيا بهدف الضغط على الاقتصاد الروسي ومصدر دخله الأهم والأبرز حيث وضعت أيضا إلى تكوين ائتلاف واسع من الدول للانضمام إلى الإجراء المتخذ ضد موسكو المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف استبقى قرار مجموعة السبع مؤكدا أنه سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بصورة كبيرة وشدد على أن أوروبا لم تحصل على الغاز الروسي إذا حال تنفيذ مثل هذا القرار وزير المالية البريطاني نظم الزهاوي قال إن القرار يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل حرب أوكرانيا من صادرات النفط فيما أكد نظيره الألماني أن الخطوة ستعمل على تقليص الإيرادات الروسية عموما بالإضافة إلى تخفيف حجم التضخم الذي يضرب أرجاء أوروبا بفعل أسعار الطاقة المرتفعة جولة جديدة من التصعيد بين الروسيا والدول الغربية تؤكد أن الصراع ممتد ولن ينتهي به المطاف قريبا وأن سياسة حفة الهاوية ستحكم العلاقة بين الطرفين في جولة الصراع المقبلة